شايفيتك كنت بالماضي عم تبني قصر مش انه قصر يعني بشكل مباشر لا عم تبني مشروع عم تبني شي معين ولكن فجأة هدم هذا الاشي بطل موجود هذا في الماضي ممكن يكون في الماضي القريب او الماضي البعيد هذا الاشي عم بيأثر عليك لحد الان نفسيا فالكروت تقريبا ايجابية فانسى والطاق اللي قبلتلك قبل شوي لما طلعنا طاقتك انسى هذا الموضوع لساتك انت عم بتفكر فيه بيبين هون عندي انه فيه اشي قدامك فيه بناء يعني شوف هذا الانهدم شي قديم شي فيه مشاكل شي فيه عوائق فانت بالعكس انت خلصت من هذا الموضوع ممكن يكون عمل عمل رديء كنت تشتغل فيه كان فيه كتير مشاكل فيه وهلأ بالعكس شايفه قدامك اللي هو من بعد هاي المشكلة من بعد هذا الموضوع عم بيكون بناء يعني مضبوط عم تحصل على فرصة فعلا بتستحق فانسى القدين اطلع لقدام برج العقرب شايفيتك مثل عم بتميل للموسيقى عم تسمع كتير هاي الفترة يمكن اغاني حزينة اصر عم تتذكر يا اما عم تتذكر حبيب يا اما يعني انت عم بيكون مودك شوي متقلب هاي الفترة فشايفيتك فيه فترات رح تكون فيها زعلان فيه فترات رح تكون فيها كتير مبسوط طبعا زعلان مش لسبب يعني ما تخافوا مش ما فيه يعني وقعات ما فيه شي بخوف ولكن كمود يعني انه مود بدون سبب بدون شغلة حتى تصير حتى لا هي شغلة هيك فترة مؤقتة رح تحس في بعض الفترات انه فيه توترات يا برج العقرب بس ما فيه شي بخوف بالعكس تشوفك انت انتهيت من شي قديم غير مربح غير مش في مصلحتك والان الفترة الجاي عم تتطلع على هاي الفرصة او على هذا الموضوع وعم بتروح له شايفي كمان ممكن يكون فيه سفر عم بيفكر برج العقرب بسفر على عمل شايفي انه هذا الموضوع رح يكون ابسط بكتير من ما انت تفكر يعني انت تفكره انه معقد بالفترة الجاي رح يتسهل كتير هذا الموضوع شايفيتك هون قريدي خلص مجهز امورك وبدك تسافر ولكن بيقولك انه انه ما تسافر لحالك يعني على الاغلب رح تسافر اما مع زوجة مع حبيب مع ما بعرف بس يعني ينصحك الورق بانه ما تسافر لحالك لانه انت من الناس اللي شوي عاطفيين فيمكن اذا سافرت لحالك تكون كتير شاعر بالوحدة كتير تكون متعزب يمكن نفسيا فحلو انك تسافر مع حدا مو شرط حبيب او كذا ممكن يكون اخ ممكن يكون بس انا شايفيتك مسافر مع حدا يعني مش لحالك شاف فيه كمان شخص ممكن يكون عندك في العمل شايف حاله ومش مصدق وانت عم تاخده على ادعق له على طول الوقت ولكن هذا الشخص رح يكتشف امور رح يكتشف انه انت ما اخده على ادعق له يعني رح يكون فيه شوية صراع لالناس اللي اساسا عم يشتغلوا فيه صراعات شوي على خفيف يعني مش كتير هذا الشخص ممكن يكون هوائي ناري او مائي اكتر ايشي مبين مبين انه كمان فيه وفرة مالية في نهاية الفترة او طرقية خلينا نقول للناس اللي قول بيشتغلوا فيه فرصة جديدة كمان فيه فرصة جديدة حلوة كتير قولنا عنها للناس اللي ما بيشتغلوا من ناحية الصحة شوف الصحة انت بتعتمد على الموضوع النفسي فانت تعبان نفسيا بالورق فعم ينعكس على صحتك فانت شو لازم تعمل يعني لازم انه تضبط نفسيتك تحاول تعمل توازن فيه ما تفكر كتير ما تعطي للامور اكتر من من حقها لحتى صحتك تكون منيحة الاناث من برج العقرب عم بيهتموا جدا جدا في جمالهم هنه اساسا جميلات يعني بس عم يهتموا اكتر في كل الموضوع وفي كل المواضيع اللي بتخص الجمال شايفيتك هون عم تترك الدنيا وتفوت الدنيا جديدة تطلع من حبس والله فعلا يمكن يكون في حبس بالموضوع انت محبوس يمكن مسجون لا بمزح ممكن يكون بالمعنى المعنوي لهذا الموضوع انه كنت محبوس جوه افكار كنت محبوس جوه اوهام رح تفتح هاي الطاقة يعني رح تفتح في طاقة رح تنفتح مثل تفتيح عين او رحانيات او شي عم تطلع من هذا الحبس او السجن او الاوهام اه لارض الواقع عم بشوف اه كمان ممكن تترك دنيا تفوت دنيا تانية اه تخيل تخلص سايكل من حياتك تبلش سايكل جديدة شايفة انه في باب رح ينفتح لك هون انا قلت في ناس عم بتكون متشائمة تركت شغل هكذا اه عم بيكون في نقص بالمادة طبعا نتيجة هذا الاشي يعني لانه مرتبط المادة يعني عملك اه فعم بشوفك لا في فرصة جديدة في باب جديد عم ينفتح انت ما كان يخطر على بالك افدا خلينا نشوف شوي على العاطفة افرب دايما لما حرك الورق يعني بنصحكم تمشوا الفيديو لانه موضوع ممل رح تمسك ايد الحبيب العقرب ما بتقولنا ما بتخبرنا في حب كبير في مشاعر كبيرة بيكنل لك اياها الحبيب او انت بتكنلو اياها يعني انا بعيد بكل برج نفس الكلام بحكي لكم انه القراءة ممكن تكون عكسية لانه القراءات العاطفية احيانا بتكون عكسية شايف الطرف الثاني يعني مش قادر على البعد في شغف كبير ناحيتك في شو في محبة وانت شو انت عصابك باردة علاقة ثلاثية ولكن ما بشوفها ذات اهمية ما بشوفها انها مهمة وما في علاقة يعني ثلاثية مش مهمة ومهمة وكزا بس ما بشوفها انها دائمة او كزا بشوفها انها مرة واحدة يعني خاصة انه كرت واحد بيان وخلاص بعديها في مصر على هاي العلاقة اول شي الطاقات قبل ما انسى الطاقات عم تكون هوائية زي ما انتو شايفين نارية مائية اكتر شي هلأ مش شرط اذا انا ما ذكرت يعني مثلا طاقات معينة بتكون الابراج مش موجودة ما دخل هاي طاقات يعني عادي اه ما بتأثر بس احنا انا بحكيها عشان انتو بتحبوا انو احكيها اه هلأ بالنسبة للعاطفة شايفيتك يا عقرب عم او العكس يعني يا انت يا شريكة عم تكتشف اكاذيب عم تكتشف اه موضوع معين بتعلق بالطرف الثالث اه عم بتحاول بعديها انك يعني اما تجاكره اما تعطيل القدر اللي هو يعني تحجمه ما تعطيه حجم اه رح تعلمه درس اه زي ما هو ضحك عليك انت انت حاسس بانه بدك تضحك عليه شاعر بالانتقام يعني ناحية الطرف الثالث واكنه ضيع الشريك من ايدك او لهاك عن الشريك حاسة هيك من الورق فيه عندك كتير صراع من ناحية العاطفة ما عم ترسع له اه بر طول الوقت لكن بالفترة الجاي انا بشوفك يعني خلص اه حصلت على الحبيب اه بكل اريحية اه شايفة انه الحبيب اه شوي الان عم بمر في ضيقة مالية ولكن هاي الضيقة يعني ما بشوفها مستمرة لوقت طويل اه بشوفك بشوف شوفه عالاغلب الانثى ان كان انت او الطرف التاني ان كان انثى اه فلعالاغلب هي المنتصرة وهي اللي رح تكون اه يعني الها اليد العليا في الموضوع هي اللي رح تكون الماسكة الموضوع او بتحركه بالطريقة اللي بدها اياها هي اللي رح تكون الليدر في الموضوع شايفي هاي العلاقة كتير شو شوفها دول الكرتين يعني مكملين لبعض نفس الصورة عم بتكونوا متشابهين كتير كتير انت ويا انا ما عم بقول على على الصعيد الثقافي وشغل هذا لا انا عم بقول بالمستقبل بهاي الفترة رح تكونوا كتير قريبين من بعض لدرجة انه يعني رح تشبهوا بعض بالاخير فشايفي انت رح تقدم والطرف التاني رح يقدم نفس الكاس كاس الحب فدول الكرتين مع بعض انه واو يعني نادرا ما يطلعوا مع بعض وعلاقة مستمرة وجدية ما رح تكون اللي هي علاقة عرضية او كزا عم بشوف واحد من الطرفين او انت عم بتكون كتير شغوف على الطرف التاني مش قادر تستنى بدك باي وقت تبلش ولكن هذا صبرك رح يعني رح ينتهي ورح توصل للبدكية لانه تن هون عنا رقم عشرة خلص انت خلصت التعب خلصت الامور هاي كليات هالزنخل اللي فيها فيها عكوسات وعم بتبلش شي جديد مع الحبيب فاكروت يعني حلوة بس يا عقرب بطل التشاؤم انت وانت رح تشوف كتير اشياء حلوة لو تركت التشاؤم او الافكار يبعد عن الناس المتشائمة عم بشوف في حواليك يعني ناس كتير متشائمة او عم بيحكولك عم بيكسروا بمأديفك على قولة اخواننا المصريين حبايبنا او انه يعني ما بعرف في حواليك ناس بيحاولوا انهم يحبتوك فابعد عن هاي الناس او همشهم اذا كانوا من العيلة رشوف للبعض من عندكم من العيلة نفسها لو ما كنتوا قادرين انه تبعدوا عن هدول الاشخاص اذا كانوا من العائلة ففيكم انه تهمشوا يعني تسمعوا من هون تطلعوا من هون فبس انكم تتعدوا عن الاشخاص السلبيين شوف رح توصل لمرحلة رح تصلي فيها يمكن ركعتين شكر يا رب على موضوع انت كنت شوفوا هذا الشخص في جزيرة لحاله وحيد مثل مثل مثلث برمودة ما فيش يعني حدا هناك نهائيا واجهالوا الفرج من بعيد فبيقول لك رح توصل لهاي المرحلة انه تشكر ربنا بكافة الوسائل على الامور اللي انت عم بتحققها بالفترة الجاي ان شاء الله يا رب الله كريم بس بيقول لك زيح الافكار السلبية من راسك لا تسمع اوهام لا عيش بالواقع زي ما هو كمان عم بشوفك يا عقرب البعض منكم عم بيحلم احلام اللي هي غير واقعية فلا بيقول لك امشي على الارض يعني امشي واحدة 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 ما تحلم بالشي البعيد جدا لا احلم شوي شوي يعني انت رح تحقق الامور ولكن يعني شوي شوي ما تحمل حالك اكتر ما بتستحمل طيب خلينا نشوف مثلا شو بنا نشوف خلينا نشوف هدول الكروت شو عم تقول لبرج العقرب شوف حبيبي هاي الطاقة بتعطيك طاقة ايجابية اذا كانت طاقتك ناقصة او سلبية فانت بتحولها لا ايجابية اذا عملت هذا الاشي سامح ما بحكي لك انه تنسى يعني احنا مش من يعني احنا مش آلة او ماشين عشان خلص تكبس على الكتسة وتنسى الموضوع لا بس انه سامح على الاقل زي ما قلت قبل شوي ببرج من الابراج انه نقول حسبي الله ونعمل وكيل وخلص بكفي ما نحاول انه ننتقم ما نحاول لانه في شوي روح انتقامية عند بعض الناس راح تكون بيقول لك هون انه خفف شوي من الحساسية اه كون عملي اكتر مشي امور اه ما تدقق على كل شي وكل اشي راح يمشي بس بيقول لك انه احزر من الحساسية يمكن الفترة الجاي راح تكون كتير حساس خفف من هذا الموضوع اذا كان موجود عندك حباي ببرج العقرة برجع اشوفكم في فيديو ثاني يارب بكون شهر خير عالكل عالجميع وباي